تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس أركان الجيش بتوفير مسلزمات القدرة القتالية وبتوجيه ودعم من قبل السيد قاد فرقة المشاة السابعة تقوم آمرية الهندسة الآلية الكهربائية بتنفيذ حملتها الذاتية الثالثة لتصليح العجلات أو ما يقارب العشرون عجلة بضمنها القتالية والاختصاصية والآمرية تعمل بوتائر عالية من أجل القضاء على كافة الأعطال في عجلات الفرقة السابعة من خلال معمل الميدان وفصيل المذخرات وهناك حملات أخرى تعمل الآمرية على تنظيمها في الفترات القادمة تنفيذاً لتوجيهات المراجع وعلى رأسها السيد رئيس أركان الجيش المحترم وبتوجيه وإسناد ودعم من السيد قاد فرقة المشاة السابعة المحترم تقوم آمرية هائل فكاف الفرقة السابعة بفتح حملة ذاتية الثالثة لتصليح المعدات والعجلات مجموعة العجلات التي تم إشراكها في هذه الحملة هي ما يقارب عشرين عجلة مختلفة بضمنها عجلات اقتصاصية وعجلات قتالية وذلك دعماً للزخم المعركة وإسناد القطاعات وكذلك لتقليل نسبة العطل الموجود في قيادة الفرقة وهذه الحملة هي تزامناً مع حملات سابقة الحملة الذاتية الثانية والحملة الذاتية الثالثة معمل ميدان الفرقة السابعة أنجز تصليح عدد كبير من العجلات كمرحلة أولى بما يخص تصليح المحركات والأجهزة الأخرى بالإضافة إلى أعمال الصبغ والسمكرة والاستمرار بحملات التصليح وحسب استيعاب المعمل من خلال الكوادر الفنية والعمل بواجبات الخط الثاني والخط الثالث وتطوير إمكانيات العاملين في المعمل من أجل تقليل نسبة العطال ودعم كافة وحدات الفرقة السابعة بناء على توجيهات السيد رئيس أركان الجيش المحترم بأن يكون عام 2020 لعودة للسياقات العسكرية الصحيحة من ناحية التدريب وتوفير مستزمات القوى القتالية باشرة معمل ميدان فرقة السابعة بالحملة الذاتية الثالثة العجلات اللي داخل ضمن الحملة عجلات القتالية وعجلات الحميل ما يقارب عشرين عجلة كمرحلة أولى الحملة ضمنت تصليح المحركات وأجهزة التبديل وبعض التفرعات العجلة الأخرى إضافة إلى أعمال السمكرة والصبغ طبعا نحن مستمرين بالحملات على عدة مراحل حسب استيعاب المعمل من معمل ميدان فرقة المشات السابعة لإعلام مزارة الدفاع صباح الخزعلي ترجمة نانسي قنقر